نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة ما تردد حول انطلاق بداية العام الدراسي الجديد في الثامن والعشرين من سبتمبر المقبل وأوضحت الوزارة أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد ولم تصدر أي تصريحات سابقة في هذا الشأن كما نفت الوزارة ما تردد حول ظهور مؤشرات نجاح امتحانات مواد الثانوية العامة التي تم الانتهاء منها مشيرة إلى أنه لم تظهر أي مؤشرات نجاح سوى التي تم الإعلان عنها لمواد العربية واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء هذا ونفت الوزارة أيضا تطبيق نظام حضور الطلاب لثلاثة أيام في الأسبوع خلال العام الدراسي الجديد